على الإطلاق لا فأن الرئيس ترامب لم يبدي أي اهتمام في الواقع بشن أي حروب في الخارج في خارج الولايات المتحدة الأمريكية أو شن هجمات عسكرية فهو يمكن أن يعتبر من أكثر الرؤساء الأمريكيين سلاما إذا صح القول وأتوقع أن يواصل العمل على إبرامي مزيد من اتفاقيات السلام كما رأينا مع البحرين ودول أخرى وعلى الأمد الطويل هذه الطريقة الفضلة في الواقع لممارسة الضغط على إيران أن الولايات المتحدة الأمريكية تتوصل إلى اتفاقيات سلام مع عدة دول أخرى والرئيس معروف بتهوره أحيانا ولكنني لا أتوقع أن يقرر فجأة أن يلقي قنابل مثلا على منطقة معينة فأن ذلك لا يصب في مصلحة أي طرف خاصة مصلحة درامب